تشهد مراكز التطعيم إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلق مجموعة من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضال لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الاثنين أكثر من مليون ومئتين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وحد عشر ألف شخص هذا قد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة واربعة وستين ألف شخص